في شيء في إسلامنا في إيماننا في ديننا هو الإحسان الإحسان والإحسان يا إخوة في مثل هذا الشهر رفع لنا الواقع الإحسان الذي يقوم به الكريم فيحسن إلى الآخرين نعم وطبعا كما قالوا في المثل الكريم لا ينسى ثلاثا الكريم لا ينسى ثلاثا من علمه ولو لفظة ومن أحسن إليه ولو لحظة ومن أطعمه ولو لقمة نعم ما للإنسان إذا أكل عند إنسان أن يغدر به فإذا أطعمك الكريم هذا قل له البيت الشعر الذي أقوله أقول طعامك يا خل قلبي حلال يا خل قلبي حلال وماءك عذب رحيق زلال هكذا أقول لمن يطعمني لمن يطعمني وأول المطعمين رب العالمين وهو يطعمني ويسقيني نعم فواجبك أن تشكر بعد شكر الله من يقدم لك المعروف صغة العبارة السابقة إن كريم الأصل لا ينسى قلت كريم الأصل لا ينسى معلمه ولو لفظة ومن قد جاء في يوم له في الدهر لو لحظة ومن من زاده أهداك مبتهجا ولو لقمة وقفت على هاء السكت مع شعر شوي ركيك طبعا سامحوني ترجمة نانسي قننقر